أهلين فيكم يا مساء السعادة، مساء الهنى، مساء الأشياء الجميلة اللي موجودة تحت البحار الغوص من الرياضات اللي تنق الروح ومن الرياضات اللي تخليك تستمتع وتشوف الجمال الحقيقي داخل الأعماق اليوم أنا معايا مدربة سعودية مدربة غوص والسباحة مدربة أخذت من هذه الهواية يعني أشياء الكثير طبعاً بدأت فيها من الصغر اليوم حنتعرف معاها أكثر وراح تقول لنا إيش الأشياء اللي ممكن إنه يستخدمها الغواص وكيف ممكن يهيئ نفسه لهذه التجربة الجميلة تغريد مساء الخير كيف حالك تعالي هنا كده شوية تعاليلي أول شي حباً أول شي أتعرف عليك أنت كتغريد ثاني شي قليلي إيش هي الأشياء الجميلة اللي ممكن إنه يعني يستخدمها الغواص أو يهيئ نفسه لهذه الرياضة أهلا وسهلاً فيك فدوة بالنسبة لرياضة الغواص طبعاً أشجع كل البنات على ممارستها رياضة مفيدة جسدياً وروحياً بتغير بشخصية الإنسان وبتقويه فأنصح كل البنات بممارسة هذه الرياضة الجسمية بيتغير الجسم من المرونة من تغوص عكس التيار فهذه الأشياء كلها بتسوي شيب للجسم خلينا نتكلم عن الأشياء اللي يحتاجها الغواص داخل البحر طبعاً لما نطلع غوص وإيش هي الإجراءات اللي المفروض تسير بالنسبة للإجراءات أهم شي هو شرطين للغوص لائق طبياً وإنه يقدر على السباحة هذه أهم شيء آها العمار مفتوحة بالنسبة للوزن نوعاً ما يكون لائق طبياً صحياً بالنسبة للمعدات اللي احنا نحتاجها للغوص خلينا نجي أجي كده وراء معاك كده أو أجي كده ولا تشرح في عندنا كمان ضيفة هنشرح عليها تشرح عليها تعالي إلاف إلاف ما شاء الله تبارك الله غواصة كمان إلاف ما شاء الله تبارك الله عمر 15 سنة لكن عاشقة للغوص فإلاف هنشرح عليك كده تشرح لنا كده تغريد كابتن تغريد في إلاف إلاف طبعاً متدربة عندي هي والدتها الشغفين على البحار وعلى الغواص بالنسبة للمعدات عندنا جهاز البي سي دي هو دا المسؤول على الطفوية عندنا النظارة عندنا الجزمة لازم تكون خاصة شوز الله يكرمكم طيب كابتن تغريد هذه الأشياء ما تحمي الوزن على الغواص لا طبعاً الماء بيشيلها أبداً ما بيحس فيها الغواص عندنا الكشاف بالغوص الليلي نستخدمه وعندنا لو تفضل عين هنا طيب خلينا نشوف كاميرتنا خلينا نشي تخيره خليني أجي هنا شوية تمام عندنا الريجوليتر اللي بنتنفس منه عندنا السكين من الأشياء الضرورية السكينة نستخدمها لفك التشابك يعني عدة استخدامات بس من أهم الاستخدامات فك التشابك بالحبل بالسنارات وعندنا الزعانف الزعانف هكذا مقاسات مختلفة؟ أكيد أكيد أنواع يعني مختلفة وأشكال مختلفة وأحجام مختلفة خلينا نرجع لغواصتنا غواصتنا الجميلة إلاف تعالي إلاف إلاف أباك تحكيني عن تجربتك في الغوص كيف شفت الغوص ومين اللي خلاك تحبي هذه الهواية؟ استمتعت مرة بتجربة الغوص يعني عالم تاني أكتشفت حيوانات في البحر اللي خلاني أحب البحر يعني دايماً كنا نخرج مع أهلي وزي كذا البحر إيش الجمال اللي شايفته تحب؟ مر... إيش؟ الأشياء الجميلة السمك أيو السمك والكائنات المختلفة والشعب المرجانية طيب إلاف أنت بتخرج طبعاً مجموعات الغواص لازم يخرج مجموعة صح؟ طيب كم بتخرج عادتاً؟ مع كم غواص الغواص؟ يعني الآن ما خرجت خرجات كثيرة بس الآن بس قيت خرج مع كابتن تغريد طيب كابتن تغريد حبت تقولي لنا بالنسبة للغوص الآن إحنا صبحنا نشوف إنه الغوص سيدات رجال حتى بيطلعوا كمان لمناطق مرة بعيدة في غير إنه قلتي لي إنه يكون لائق صحين على الشياء اللي بتخليك يتطلع على البحر إيش هي؟ قصدك أنشطة مختلفة؟ آها عندنا الرحلات عندنا برنامج ديسكافري هذا غير الدورات آها الرحلات كثيرة على أقبال من البنات بننزل بالبحر ساعتين ثلاث ساعات في مناطق مختلفة ما شاء الله تبارك الله البحر الأحمر غني بالركات اللي هي حطام السفن بنزلون البنات الغواصات بيشاهدون الحطام بيتصورون طيب كم عادة الغواص يأخذ؟ الغواصة مثلا كم تأخذ؟ تقريبا يعني هو على حسب استهلاك تعتمد على عدة عوامل حسب استهلاك الغواص حسب درجة المياه حسب ممارسته يعني خبرته يعني مثلا عندنا إلاف الأمورة غواصة جديدة أكيد استهلاكها للهوى تقريبا من 35 إلى 40 دقيقة الغواص البروفيشنال ممكن يوصل لساعة لأننا احنا محددين بالاستوانة طيب كابتن تغريد في فرق أو في ارتباط ما بين الغواص والسباحة؟ شور هل الغواص لازم يكون سباح أو السباح لازم يكون غواص؟ الغواص لازم يكون سباح انت كيف تنزل عالم ما تقدر لا سمح الله تنقد نفسك احنا مهما كان معتمدين على الأجهزة فلو خير بل بي سي دي المسؤول عن الطفوية فهنا الغواص كيف ينقد نفسه لهالسبب شرط أساسي لقبول الغواص في دورة غواص مياه مفتوحة اللي هي الدورة الأولى انه يكون سباح كم دورة ممكن ياخدها الغواص عشان يقدر انزل تحت البحر؟ ما شاء الله تبارك الله إلا في مرة واحدة نزلت خمسة غواصات في المسبح وبعدها ما شاء الله تبارك الله نزلت البحر مباشرة شور لأنها هي لسا ما زالت في الدورة ما خلصتها فبننزل أربعة غواصات نعمل مهارات اللي كنا نعملها في المسبح طيب كبتن تغريد أنا شايفة هنا في عندي الأكسوجين اللي هو صوانة الأكسوجين كم الوزن حق هذه الأسطوانة؟ حدود 12 كيلو 12 كيلو آه 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 طيب واحدة زي إلاف مثلا كم تحتاج؟ آه احنا غالبا هذه اللي بنستخدمها في نوع أصغر للأطفال وللأجسام بس ما شاء الله تبارك الله إلاف بتنزل فيها آه آه نزلت فيها أولاً شكراً لك شكراً لإلاف شكراً لتواجدنا اليوم معاكم أنا حسيت أنا بأتكلم معاكم ننازلة معاكم غوص آه طبعاً زميلي عبدالعزيز زميلة نوها آه أنصحكم تجوا جدة أنصحكم تنزلوا غوص طبعاً كبتن تغريد إن شاء الله رح تكون معانا أنا حقيقة مرة كنت مبسوطة اليوم وأنا معاها أتمنى حقيقة أن نستمتع بهذه التجربة الحلوة أشوفكم إن شاء الله في جدة لكن تحت البحر شكرا لكم وعودة لزملائي في الاستيديو عبدالعزيز ونهام